اشتركوا في القناة في القناة اليوم سوف نتطرق إلى فرض الفصل الأول في مادة اللغة العربية لتلاميذ سنة ثانية متوسط النموذج رقم واحد السند يختلف معنى الأسرة من منظور وظيفيا عن المعنى التقليدي لها فهي هنا تعرف على أنها تضم الأب والأمة والأبناء إذ يركز تعريف الأسرة وظيفيا على الوظائف التي تقوم بها مع وجود معيل للأطفال كما أن التعريف يشمل عددا من المعايير التي ينبغي توافرها في الأسرة لينطبق عليها هذا المفهوم وبالتالي فإن أي أسرة لا تجتمع تلقائيا بل تجتمع بعدة معايير وتتضح هذه المعايير بالرعاية الأسرية والعاطفية حيث يقوم أهل الأسرة برعاية الأطفال والاهتمام بهم حتى يكبروا ويصبحوا قادرين على التفاعل في المجتمع ويشاركون في الموارد المادية جميعها في القديم لم تكن الأسرة كما هي عليه الآن حيث كان رب العائلة أكثر غبطة وابتهاجا عندما يرى عائلته مجتمعة حول مائدة العشاء أما عن الأم الحنون كأنها حكيم محنك تحذر الطعام وتذكر أولادها بأيام الصبع أما عن أختهم الكبرى فتقوم بغسل الأقداح والأواني وتمر تلك الأيام واللياري محفوفة بالسعادة الأبدية التي ترسمها الأم الحنون في وجوهنا فوالله إنها أيام من عصر ذهبي لن تعود الآن كملنا من نص نتقل للأسئلة الأسئلة لدينا أولا الوضعية الجزئية الأولى واحد اختار عنوانا مناسبا للناس نختار عنوان ناس بعض السند ثانيا حسب رأي الكاتب ما هي أهم العوامل المساعدة على نمو الأسرة نموا جيدا يعني ما هي أهم العوامل لتساعد على نمو الأسرة الأسرة والنمو جيدا ثالثا من خلال الفقرة الأخيرة من خلال الفقرة الأخيرة نستنجو كيف كانت الحياة الأسرية في القديم أي قديما ورابعا في الفقرة الأخيرة للنص وضح الكاتب سر السعادة عنده ما هو هذا السر؟ يعني ما هو سر السعادة عند الكاتب خامسا اشرح الكلمتين التاليتين غبطة ومحنكة الوضعية الجزئية الثانية ألف أو واحد أعرف ما تحته خط في النص ثانيا استخرج من النص طباقا وبين نوعها وثالثا استخرج من النص تشبيها وحدد أركانها هنستخرج من النص تشبيه ونحدد الأركان ندعو رابعا املأ الجدول التالي اعطنا هنا الجدول فيه مجموعة من الأشياء راح نعموا عندنا اسم مقصور اسم منقص اسلوب قسم وفعل أجوف خامسا عود إلى الفقرة الأخيرة من النص وحدد النمط الذي اعتمده الكاتب في كتابتها ثم حدد أسلوبها حنعود الفقرة الأخيرة من النص نحدد النمط الذي اعتمده الكاتب في كتابتها وبدأ حنحدد الأسلوب ممتاحة الوضعية الإدماجية السياقة أفضل الأم لا تنكر فالطاعة الطاعة لأمهتنا هنا قلنا أو كررنا الطاعة مرتين وهذا لكي نثبت واجب الطاعة للأمه التعليم الآن حرر فقرة من ثمانية أسطر تبين فيها فضل أمك عليك وكيف يجب أن تعاملها موظفا مكتسبتك القبلية ننتقل الآن إلى جزء الإجابة الأسئلة إذن أولا اختر عنوانا مناسبا للنص كعنوان مناسب للنص نستطيع أن نقول عوامل قيام الأسرة إذن عوامل قيام الأسرة لأنه عامة في النص يتكلمني على العوامل تخلي الأسرة منموا جيدا إذن العنوان المناسب للنص هو عوامل قيام الأسرة ثانيا حسب رأي الكاتب ما هي أهم العوامل المساعدة على نمو الأسرة نمو جيدا يعني ما هي العوامل التي تساعد الأسرة لأنه تنمو نمو جيد إذن مثلا كان هنا في النص وتتضح هذه المعايير المعايير اللي تخلي الأسرة منمو جيد ما هي هي الرعاية الأسرية والعاطفية حيث يقوم أهل الأسرة برعاية الأطفال والاهتمام بهم حتى يكبروا ويصبحوا قادرين على التفاعل في المجتمع ويشاركون في الموارد المادية جميعها إذن حسب رأي الكاتب أهم العوامل المساعدة وأهتم خل一点 من أفضل 궁ثل ويسوفنا لا يجب أن أسرًا ويبينا من عبورها ستخدوا لأن الأ foreground ثالثا الآن من خلال الفقرة الأخيرة استنتج كيف كانت الحياة الأسرة في القديم من خلال부ق الأخيرة نسنجو كيف كانت الحياة الأسرية في القديم في النص في القديم لم تكن الأسات كما هي عليه الآن حيث كان رب العائلة أكثر غبطة وابتهاجا وكانت الأم الحنون كأنها حكيم محنك تحذر الطعام وتذكر أولادها بأيام الصبع والأخت الكبرى تقوم بغسل الأقداح والأواني ومرت تلك الأيام والليالي محفوفة بسعادة الأبدية التي ترسمها الأم الحنون في وجوهنا فوالله إنها أيام من عصر ذهبي لن تعود نستخلص من خلال الفقرة الأخيرة بأن الحياة الأسرية القديمة كانت حياة تعتمد على البساطة رابعا في الفقرة الأخيرة للنص وضح الكاتب سر السعادة عندها فما هو هذا السر؟ السر هنا أو سر سعادة الكاتب هنا في الفقرة الأخيرة هو أكيد تجمعه هو وعائلته حول مائدة العشاء إذن سر السعادة عند الكاتب هو جلوسه مع عائلته وتجمعهم مع حول المائدة مع الأم الحنون خامسا إشرح الكلمتين التاليتين لدينا نزج كلمات غبطة ومحنك سنشرحوهم بالنسبة للكلمات لدينا الكلمة الأولى وهي غبطة غبطة هي في النص لدينا كان رب العائلة أكثر غبطة غبطة وابتهاجا أي بمعنى فرح الغبطة أي الفرح أي الابتهاج أي السرور إلى آخرها أما المحنك كأنه حكيم محنك هو إنسان حكيم أو خبير يعني عامة إذن غبطة بمعنى فرح وسعادة وسرور وابتهاج ومحنك أي شخص خبرة وحكمة الآن هنا ممكن تسأله لها رجعنا للنص باش نقدروا أنه نعطيه شرح تهم لأنه حتى لو يكون يعطيني كلمات والنص يقول لي يعطينا شرح تهم من عندنا الحاجة اللي رح تساعدنا أن نعطيه الشرح هي السياق اللي جات فيه هذا الكلمة رح تساعدنا بساف أن نعطيه الشرح تهم الكلمات الوضعية الجزئية الثانية أولا أعرب ما تحته خط في النص هنعرب الكلمات اللي تحت خط في النص إذن لدينا الكلمة الأولى وهي يشاركونا يشاركونا هو أكيد عبارة عن فعل مضارح ومرفوع وعلامة رفحه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة قلنا هنا يشاركونا الآن لدينا الكلمة الثانية وهي الكبرى أختهم الكبرى هنا رح نحولهم هذيك أختهم وحتعد عليهمهم الآن أخت كبرى الأخت الكبرى لاحظوا هنا الكبرى هو عبارة عن أكيد نعت نعت لأننا نعتنا الأخت بالكبرى الأخت الكبرى هو عبارة عن نعت نعت حقيقي هنا هو نعت حقيقي ليس سببي هو عبارة عن نعت حقيقي مرفوع أكيد وعلامة رفعه هنا علامة رفعه ليست ظاهرة إذن ما هي الظمة إذن علامة رفعه هي الظمة المقدرة وليس الظمة الظاهرة قلت لكما قبل ليس الظمة الظاهرة بل الظمة المقدرة الظمة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر إذن لدينا أول يشاركونه هو عبارة عن فعل مضارع وعلامة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أما الكبرى فهو عبارة عن نعت حقيق مرفوع وعلامة رفعه الظمة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر قد دينا هنا الكبرى الكبرى نحظ هنا علاها يقولون التعذر لأنه التعذر هنا ما نقدرش نطقوه كنقولوا منع من ظهورها التعذر فمعنها ما نقدروش من نطقوه مثلا هنا عندنا الظمة هنا ونقولوا الكبرى أما الثقل الثقة راح نقدر نطقوها ولكن راح تكون ثقيلة هتكون جد ثقيلة وبالنسبة للتعذر التعذر ما نشح نقدر نطقوها خلاص ما قدرش نقول الكبراء هنا ما تصلحش ثانيا استخرج من النص طباقا وبين نوعها الطباق في هذا النص مثلا لدينا هنا لا تجتمع وبالتالي فإن أي أسرة لا تجتمع تلقائيا بل تجتمع لدينا لا تجتمع وتجتمع إذن هنا هو عبارة عن نوعه نوعه هو عبارة عن طباق سلب إذن نوع الطباق هو الطباق السلب وهذا لأنه دخلنا فيه أدوات أنه دخلنا فيها لا تجتمع ولا تجتمع ثالثا استخرج من النص تشبيها وحدد أركانها إذن لدينا هنا الأم الحنون كأنها حكيم محنك إذن أولا الأم هنا الأم شبهناها بالحكيم وأدات تشبيه هنا هي الكاف أو كأنها إذن إسرحنا الآن نستخرج الأركان تعويدنا المشبه الأم أدات تشبيه الكاف المشبه به حكيم محنك ووجه الشبه أكيد هي الحكمة والخبرة رابعا إملأ الجدول التالي هنا عبارة عن جدول اسم مقصور اسم منقص اسلوب قسم وفعل أجوف إذن لدينا اسم مقصور وهو الكبرى أختهم الكبرى لدينا اسم منقص لهو الليالي نحن هنا تمر تلك الأيام والليالي أسلوب قسم أسلوب قسم لدينا فوالله فوالله قلنا هنا والله وأو فوالله إنها أيام من عصر ذهبي لن تعود هنا أقسم نبي الله تعالى تعالى قلنا هنا فوالله إنها أيام من عصر ذهبي الآن طلبنا أن نستخرجوا فعل أجوف فعل الأجوف هنا في النص هو كان هنا قلنا أو في النص قلنا هنا تكن ولكن الأصل تتعوك نحوله الماضي ما هو يولي لنا كان مثلا هنا ها هو كي كان حيث كان رب العائلة كان أو فعل أجوف هو عبارة عن فعل معتل الوسط أو معتل عينه رابعا إملأ الجزول التالي إذن هنا لدينا إسم مقصور استخرجناه فالكبرى ما هو الاسم المقصور الاسم المقصور هو SMS آخرا وهو ألف لازمة يعني في الآخر لنا هنا ألف لازمة هنا ألف ألف مقصورة مفتوح ما قبلها مفتوح ما قبلها LP حرف اللي قبلها يكون مفتوح مثلاً هنا الكبرى هنا مفتوح مثل مثلاً رضا مثلاً مستشفى مونى إلى آخرها لدينا اسم منقص تخرجنا من الناس لدينا الليالي ما هو الاسم المنقص؟ الاسم المنقص هو اسم آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها أو مجرور ما قبلها من الأحسن نقوله مجرور نحظو الليالي الليالي اللام هنا نحظو مجرور ما قبلها أو ما قبلها مثل المحامي الساعي الراعي المنادي الليالي إلى آخره لدينا اسلوب قسم فوالله إنها أيام من عصر ذهبي لن تعود وفعل أجواف لدينا كان أي فعل معتل الوسطة خامساً عد إلى الفقرة الأخيرة من النص وحدد النمط الذي اعتمده الكاتب في كتابتها ثم حدد أسلوبها إذن بالنسبة للنمط النمط في الفقرة الأخيرة وهو سردي لأنه يسرد لنا الأحداث التي تكون بين العائلة في الليلة من أحد الليالية إذن بالنسبة لي الأسلوب الآن هو عبارة عن أسلوب خبري ما هو الأسلوب الخبري هو كلام يحتمل الصدق أو الكذب فإذا تطابق مع الواقع هنا تطابق مع الواقع أكيد فهو صادق إذا تطابق مع الواقع كان صادق وإذا لم يتطابق كان كاذباً إذن لدينا نمط الفقرة هو سردي وأسلوبها هو أسلوب خبري الأسلوب الخبري الآن ما هو الأسلوب الإنشائي كيف تعرفه عن الفرق بيناتهم الأسلوب الإنشائي هو الكلام الذي لا يصح أن يقال عن قائلي أنه صادق أو كاذب يعني في الأسلوب الإنشائي ما تصلحش أن أقول عن قائل هذا أنه صادق في كتاباتها أو كاذب يعني هذا هو الفرق بيناتهم الوضعي الإدماجية أمي الوعاء الذي خلقت فيه وكبرت فيه أمي الحنان والعطاء تسعى لسعادتي وتحزن لحزني تتمنى للخير والهناء ولو على حساب سعادتها فضل أمي علي لا يرد بمال أمي لو حملتها طول حياتي وسرت بها الدنيا بأكملها ما أديت حقها أمي التي جنتي تحت أقدامها لها فضل وواجب أوصاني به الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثة ثم أبك ولذلك واجب علي اتجاه أمي أو اتجاه أمي أن أرعاها عند الكبر والدعاء لها أمي رغم جهلها علمتني ورغم فقرها أطعمتني وكستني كانت تضيء لي الطريقة وتحترق كانت تسعدني وتشقى وتسهر لشفائي وتمرض فما أعظم تضحية أمي؟ أمي العطاء بلا مقابل دراسة استمرت 75 عاماً تقول وتؤكد أن الأمور الجيدة أو السيئة في حياة الإنسان تكون مرتبطة أساساً بالأشخاص المحيطين به أمي رغم جهلها أمي رغم جهلها